لو رجعنا كده بخيالنا نتذكر التمثيل بدأ ازاي في العالم مفيش مرجع بيؤكد بدأ ازاي التمثيل من بداية مرحلة التسجيل بدأ التمثيل كتقصي ديني بدأ في الحضارة الفرعونية ان كبير الكهنة هو اللي بياخد الاضحيات من الناس عشان يخش بيها قدس الاقداس ويقدم القرابين لتمثال الاله ونيابة عن الناس هو اللي يقول كلام الناس ودعوتهم المسرح في الحضارة اليونانية القديمة كان ايضا يقام في اعياد دينية واللي درسوا قبل كده واللي ما درسوش في المعهد كان الاعياد بتقام في الاعياد الجادة كان لابد من اليوم يعرض فيه مصرحية سلاسية تلت اجزاء تلت اجزاء فنلاقي سلاسية بمعنى زي سلاسية ناجيب محفوظ بس هم طبعا هم اصحاب السبق اليونانين ان نلاقي سلاسية عن الاكترا سلاسية عن اديب من تلت اجزاء وطبعا ايام اليونان ما كانش فيه اضاءة ولا كهرباء فبالتالي العرض كان بالنهار يعني يبدأ مع النهار وينتهي العرض قبل غروب الشمس وده شيء مهم لازم يدرس ولازم يتعرف ان ايس خيلوس كان النص المسرحي عنده ممثل واحد مع كورس يعني اما نجيب مصرحيات ايس خيلوس كلها هنلاقي النص المسرحي مكتوب لممثل واحد اما تيجي تقرأ النص مش هتلاقوا شخصية واحدة هتلاقوا اكتر من شخصية بس لما فيش شخصيتين واقفين قصد بعض على المسرح وفيه الكورس الذي يمثل ضمير الشعب واللي بيقول كلام جماعي مع بعضين فكان الممثل يدخل ويخرج الكورس يتكلم يخرج ويغير مكياجه ويرجع يمثل تاني الشخصية التانية ويرجع وده كان شيء صعب وكان في الغالب الممثل في المسرح اليوناني القديم هو الشاعر يعني هو المؤلف نفسه كان هو اللي بيمثل الدور الرئيسي حصل تطور في عدد الممثلين انا بحكي لكم باختصار مع الكاتب العبقري في رأيه التاني سوفوكليس انه خلى عدد الممثلين اتنين اما خلى عدد الممثلين اتنين عدد الشخصيات كتر في التأليف المسرحية لانه بقى فيه امكانية ان الممثل يخرج يغير ويخش بشخصية تانية واللي كان موجود يخرج يغير يخش بشخصية تالتة وهكذا فوق ده اما جاء الكاتب اكثرهم واقعية في المسرح اليوناني يوريبيديز او يوريبيد ده خلى عدد الممثلين دلاتة لكن في المسرح اليوناني القديم كان الهدف منه ديني ونفسي ان الناس اما تتفرج على التلات مسرحيات ويشوفوا الملك انهار يعيني وتعذب يحصل ما يسمى بالتطهر عند المشاهد ان المشاهد بالمثل المصري اللي يشوف بلوة الناس تهون عليه بلوته فما بالك بقى مش بلوة الناس دي بلوة الملوك وفي اليونان انصاف الالهة كمان بقى المهم فضلت مهنة التمثيل دي مضطهضة ويطردها البوليس ولا يعترف بشهادة الممثل الى ان ظهر الرجل عبقري في روسيا اسمه كونستانتين سيرجيا في تشستانسلافسكي محتاج ترجمة يعني والمحير ان هذا الرجل ابني واحد غني بس يعيش المصر فلابد لابد سواء درسوا الكتب دي في المعهد ما درسوهاش لازم تجبوه في كتاب اسمه حياتي في الفن ومترجم على فكرة واعتقد انه موجود عندكم في الكويت ولو مش موجود اطلبوه من مصر من لبنان من سوريا هتلاقوه وفيه كتاب اعداد الممثل ترجم الجزء الاول في كل البلاد العربية معدى الجزء التاني ترجم في سوريا فقط وانا معايا نسخة منه هنا هخلي عمادي يصورها لو انتو اللي مهتم يقرأ يقرأ عن اعداد الممثل الجزء التاني لانه متعلق بالتربية الخارجية للجسم لان اعداد الممثل في الجزء الاول عند استانسلافسكي مبني على البناء الداخلي يعني زي الممثل هيئ نفسه داخليا للدور وكتير فصروا استانسلافسكي بالكتاب الاولاني لان ما حدش ارى الكتاب التاني استانسلافسكي جاء كان قبل استانسلافسكي كان التمثيل اداء صوتي فقط الشطارة ان ممثل يكون اداءه الصوتي رائع